الإمام أبو حنيف النعمان بن ثابت ولد في الكوفة في العراق وأسس مذهبه الحنفي في بغداد وهو التابع الوحيد بين الآئمة الذي لقي عددا من الصحابة وأما الإمام مالك بن أنس فقد ولد في المدينة المنورة وأسس مذهبه المالكي في الحجاز في المدينة المنورة وهو من أتباع التابعين وكان شيخا للإمام الشافعي وأما الإمام محمد بن إدريس الشافعي ولد في غزة وأسس مذهبه الشافعي في بغداد وثم أكمله في مصر وهو من أتباع التابعين كانت الميزة للإمام المالكي وشيخا للإمام أحمد بن حنبل وأما الإمام أحمد بن حنبل ولد في بغداد وأسس مذهبه الحنبلي في بغداد وهو من أتباع التابعين وكانت الميزة